التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقر وزير الدفاع الوطني والمحاربين السابقين والقدامة بدولة أنجولا الفريق أول جواو إرنيستو دوسانتوس تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاستها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية في ظل الظروف والتحديات الراهنة التقى الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول جواو إرنيستو دوسانتوس وزير الدفاع الوطني والمحاربين السابقين والقدامة بدولة أنجولا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاستها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية في ظل الظروف والتحديات الراهنة كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التي تربط القوات المسلحة بنظائرها من الدول الأفريقية مشهدا بالتعاون المشترك في كافة المجالات العسكرية من جانبه أعرب وزير الدفاع الوطني والمخاربين السابقين والقدامة بدولة أنجولا عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين كما أثنى على الجهود المصرية الدعمة لكافة قضايا القارة الأفريقية وفي ختام الزيارة يوقع الجانبان اتفاقي التعاون في مجال الدفاع والتقنيات العسكرية لتعزيز علاقات التعاون العسكري لكل البلدين خضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأنجولية